وفي هذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الكاتب والإعلامي سيد فيصل الشيخ مساء الخير سيد فيصل وأهلا بك في استوديو مركز الأخبار مساء الخير وشكرا على الاستضافة في اليوم العزيز علينا كلنا يعطيكم نعافية على التغطية المميزة أهلا بك سيد فيصل سيد فيصل لك في بداية هذا اللقاء منذ تولي جلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم بفكره النير ورؤيته الثاقبة رسم ذلك خارطة طريق لمستقبل مملكة البحرين كيف تقرأ نجاح أو مشهد نجاح مسيرة المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم نعم طبعا في البداية لابد من رفع التهنيع للمقام السامي لسيدي صاحب الجلالة ويعني دعواتنا بأن يمده الله طول العمر ويعطيه الصحة والقوة على يعني أن يستمر كسند وذخر لهذا الوطن الغالي وشعبه الطيب جلالة الملك المتتبع لسيرة جلالة الملك يمكنها أن يقول أن حمد بن عيسى بدأ كحاكم لمدة 25 عام ولكن إن صح القول لمسات جلالة الملك وتأثيره في بناء الدولة الحديثة للبحرين بدأت قبل ذلك حينما كانت طبعا وليا للعهد ومنذ نشأته طبعا إسهامات جلالة الملك كانت مؤثرة وكبيرة ولعل أبرز إنجازاته هو تأسيس قوة الدفاع البحرين التي نفخر بها دائما وجلالة الملك في كلمته السامية اليوم أشار لدرع الوطن الحصين هذا المكان الذي تصنع فيه الرجولة وتصنع فيه سمعة البحرين بدأ حمد بن عيسى مشروع نهضوي كبير يعني أنا تذكر البدايات عشنا معها ثورة إصلاحية شاملة إن صح التعبير طبعا نتذكر في مثل هذا اليوم فقد البحرين لوالد الجميع أمير القلوب صاحب العظمة رحمة الله عليه الشيخ عيسى بن سلمان والجميل في كلمة جلالة الملك اليوم استذكاره لوالده الغالي والتأكيد على أنه بالفعل امتداد لعيسى بن سلمان والكل يعرف خلال مسيرة جلالة الملك أثبت في كل خطوات أنه ملك للإنسانية تجسيد للمبادئ والأخلاق التي عرفنا فيها حيسى بن سلمان وتجسدت وتعظمت مع الملك حمد ملكنا الغالي بدأ عملية تغيير شاملة رغم أننا في الفترة كنا نقول جلالة الملك مسك مقاليد الحكم ما الذي تحتاج البحرين للتغيير لكنها كانت رؤية قائد شجاع قائد أراد التغيير للأفضل على الحياة البرلمانية فتح الأبواب واسعة لجميع ابناء البحرين للعمل فيها أسس دستورا جديدا مؤسسات كبيرة وشاملة تشمل الجميع كانت النقطة المؤثرة أيضا حمد بن عيسى هو من رفع أسهم المرأة البحرينية وأوصلها للعالمية وبفضل أيضا من جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة نتكلم اليوم عما وصلت إليه البحرين بعد 25 عام من هذه الثورة الإصلاحية من هذا الحراك الذي لا يتوقف إنجازات عديدة لو أردنا يعني أحصائها لا يسعن المقام يكفي أن نقول بأننا اليوم وصلنا لمرحلة لدينا كل الثقة في هذا القائد العظيم هذا الأب الحاني على أبنائه البحرين تغيرت بمقدار كبير التطلعات للمستقبل موجودة مثل ما بيّن جلالته في كلمته نعمل اليوم وقال أنا واحد منكم همي هذا الوطن وأعمل لخير ومستقبل أبناء البحرين وأجهة للبحرين نعم سيد فيصل كما ذكرت الإنجازات عديدة ولا يساعدنا الوقت لحصرها جميعا ولكن نركز على الصحافة تحديدا فقد ساهمت الرؤية الثاقبة والفكر النير لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في دعم الصحافة البحرينية وقد تجسد ذلك من خلال بنود ميثاق العمل الوطني برأيكم كيف ساهمت هذه الرؤية في نجاح الصحافة البحرينية؟ طبعا كأعلام وصحافة ارتباطنا قوي جدا بالملك حمد وهو كقائد وإنسان دائما يثبت ذكاء وحكمته في قرارته كانت الصحافة لها موقع أثير دائما هو من اعتبر الصحافة دوما سلطة رابعة يعني عملها يتكامل مع سلطات الثلاث وهو رأس هذه السلطات الله يحفظه دائما في مجالسه كان هناك تقدير للصحافة أنا أتذكر أول مجلس إدارة لجمعية الصحفيين تأسسه في عهد جلالة الملك كان لنا الشرف في الجلوس مع جلالته في أول مجلس يمكن أن كنت أصغر كاتب موجودة في صحفي وكلمات جلالته رسمت خارطة طريق لهذا الإعلام البحريني الوطني إعلام له حدوده الواسعة له حرياته المطلقة إعلام يلتزم بالدفاع عن هذا الوطن بمساعدة الدولة عبر أجهزتها العديدة في إيصال صوت ونبض هذا الوطن كنا نقول دائما عندنا مقول أن جلالة الملك هو واحد منه وفينا وهو دائما يفخر بالإعلاميين البحرينيين ويتذكر لهم وقفاتهم اليوم واجب الإعلام البحريني واجب الصحافة أن تبرز هذه الإنجازات في عهده الزاهر في هذه السنوات الخمسة وعشرين وأيضا دون نسيان ما سابق مثل ما ذكرت هو أسس لهذه الدولة منذ أيام والدها الراحل العظيم وما زال يستمر وما زال يغرس هذه الأمور في أبناهم مثلما نتابع جهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان ولي العهد رئيس الوزراء في استمرار بناء الدولة والنهوض بها والتطوير فواجب الإعلام اليوم أن يبرز هذه الإنجازات يذكر ما فعله هذا الرجل العظيم منذ أن بدأ مشروع شجاع وجريء جدا وهو يواصل اليوم في ركب الإنجازات ويورث هذه الأمور لأبناء البحرين ليتعلموا منها وأيضا يعني يمضوا في طريق الخير لهذا الوطن الغالي نعم الكاتب والإعلامي سيد فيصل الشيخ شكرا جزيلا لك شكرا لك